تتكتب في سفيهاتنا أننا حققنا حاجة لصالح النادي الأهلي وده يشرفنا جداً من يو بينك كده مش ندمان أنك اعتذرت عن قبول منصب عدو مجلس دارة اتحاد الكورة وأنك استمرت في شركة الكورة بالنادي الأهلي برضو اتحاد الكورة وهي لمان وبرضو ميديا وحاجة جميلة ورئاسة بعثات وإشراف على منتخبات ومتواجد باستمرار شركة الكورة بالأهلي طبعاً الأهلي هو الأهلي بنجوميته بإعلامه بكل شيء لكن مزيداً من الضوء الله رحمه أستاذ إبراهيم حجازي كان برنامجه خارج دائرة الضوء لكنك تتعادل كورة داخل دائرة الضوء مزبوط لا أنا لا ما فيش ندم الله كابتن خلص أنا أولاً كل حاجة كل شيء يعني ربنا بقدر يعني لكن أنا كنت متحمس يمكن أكتر شوية لتجربة الجديدة مع مجلس الإدارة الجديد ليه حاسس إنه مع مجلس دارة جديد في النادي الأهلي مع مجلس دارة جديد في الشركة الكورة نعم وبعدين في نقطة ما ينفعش أنا غمض عيني عنها في إنه كابتن خطيب قعد معي وقال لي أنا شايف أن أنت تكامل شركة الكورة فده دي ثقة زائد ثقة طبعاً المهندس هاني لكن في الآخر هما الاتنين وخصوص المهندس هاني قال لي أحمد أنا مبسوط إنه في ثقة فيك في النادي الأهلي فخلاص خليك يعني وده يعني بالنسبة لي كانت نقطة أنا كنت حابب أن أنا أكمل شوية في شركة الكورا حاجة أكبر إن شاء الله يعني مع المجموعة الجديدة اللي أنا إن شاء الله يعني متفاعل بها خير جدا يعني